السلام عليكم و مرحبا بكم في فيديو جديد نتمنى تكونوا كاملين بخير اليوم ان شاء الله جينا نهضروا على الدعم لخرجات الدولة للناس اللي خداموا في القطاع الغير مهيكل اي الناس اللي ما عندهم شلسيني اساس ماندي كلارينش ما عندهم مش لورق المهم لهذا الناس اللي اتكون عندهم بالضبط الرامد والناس اللي ما عندهم شل راميد حتى هوا ما غا تخرج ليهم منحة لكن مش يدابة المهم الناس اللي عندهم الراميد دابة غا تخرج ليهم وغا يبدو من نهار اثنين ان شاء الله وغا يبدو يعني فيرسي وللناس ياخدوا الفلوس ديالهم من ستا شهر ربعا ان شاء الله المهم اه القواعد ديال هالدعم هذي اسرة اللي كتتكون مجوجة الناس غا يستافدوا من 800 درهم واسرة اللي كتتكون من ثلاثة الناس غا يستافد من 1000 درهم واسرة اللي كتتكون مكتر من ثلاثة الناس غا يستافد من 1200 درهم كيفاش هاد الناس غا يستافدوا من هاد دعم هادا غا يصيفطوا الرقم ديال الراميد ديالهم كيف ما يطلع لكم دابة في الفيديو اي صيفطوا ال 12 12 في اس ام اس من اللي يدرسوا الحالة ديالك ويعرفوا شنوكين غا يصيفطوا لك في ميساج انه واش الحالة ديالك مقبولة ولا لا من بعد كيفاش غا يتخلص انت غا يصيفطوا لك واحد الكود في تيليفون ديالك تقدر تضع لقيشي ولا تقدر تضع لأي بنك كتدي والبطاقة الوطنية وذاك الكود باش يعطوك الفلوس ديالك الناس اللي ما عندهم شراميد غا يخرجوا لهم واحد سيت يعني في استمارة غا يملكوها ومن بعد تاهم غا يخرجوا لهم من حا ديالهم والناس اللي دابة غا يتسجلوا في هذا القضية ديال راميد لها الدعم ديال راميد ما غا يتخلصوا كل شي في مرة واحدة يعني غا يديروا ديترونش باش يخلصوا الناس حيط ما يقدرواش يخرجوا كل شي في مرة واحدة غا يكون عليهم اكتضاد هذا ما كانت مني اعجبكم الفيديو ما تنسوش تديروا ابوني لاشينت بارتاجيوا الفيديو باش الناس يستافدوا اللي ما عارفش هذه المعلومة يستافد تلاف رأسكم